ويشرع للطائف أن يشتغل بكثرة ذكر الله عز وجل ودعائه لا سيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن هذا الدعاء ذكره الله عز وجل في أدعية قاصد البيت الحرام بالحج وكذلك العمرة فإنه قد قال تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد جاء فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيشرع وأن يكثر من الدعاء لا سيما هذا الدعاء وكذلك يشرع أن يكثر من ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وليسأل الله من خيره الدنيا والآخرة وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن يابي وقاص رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يقولان في الطواف رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقيل لهما في ذلك فقال رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فليدعو المؤمن بما يسر الله تعالى له من خير ولا بأس بأن يتلو شيئا من القرآن فإن جمهور العلماء على أن ذلك جائز وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محدث فلا يقرأ الطائف شيئا من القرآن وهو مذهب لمن مالك رحيمه الله والصواب أنه لا بأس بقراءة القرآن لكن دون جهر كما هو مذهب جماهير العلماء ترجمة نانسي قنقر